اشتركوا في القناة ينعاد عليك حلقة جديدة من ساركاز بشو ان شاء الله اتعجبكم فيها سياسة فيها فوتبول حلق كان بعد فيكم شخص مخسرناهم بالسياسة اليوم بخسرهم بالفوتبول قولوا الله يلا شل 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 وين علم المانيا وين علم المانيا شل علم المانيا مبروك مبروك وفي عنا علم للبيع بعضه جديد مش مستعمل حلقة وحدة اللي بيهمه يحكينا شو باي باي خلصت خلصت قصتنا وكانت قصة حلوة كتير باي 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 يا حلوين بيناتنا برافو عليكم بتخففوا مصروف عدولتكن ميرقين بأزمة يعني ميرقين بأزمة مش نقصكم مش نقصكم مش مثل غيركم قاعدين لازقينا بقطر قاعدين يدفعوا مصاري بيناتنا المنتخبات الأوروبية عم ينزل مستوى هون وخلص يعني مش مقبول يعني يعني عم بنزدوا مستوى البطولة حسب منطق الإلمان فرع لبنان صار فيه مؤامرة كونية لخروجه من المونديال كل العالم مشارك فيها الفيفا مشارك فيها اسبانيا مشارك فيها اليابان مشارك فيها الحكام الكطر مولح البرازيلية اللي أحمصوا كتير كمان هن مشاركين بس مش هن فاشلين يخسروا قدام اليابان وتعادلوا قدام اسبانيا وكان معه النقطة وحدة والطش بالمجموعة لا فيه مؤامرة بس صراحة بيناتنا أول مرة بشوف فريق بيربح بالمباشر اثنان واحد وبيربح بالغير مباشر ع نفس الفريق اثنان واحد بخرج أنت ملاحظ الألمان الاثنان واحد يعني حتى ضد كوريا خسروا اثنان واحد عندهم مشكلة عندهم مشكلة أنه اثنان واحد لا يمتهم أنه تاني جول لليابان كان دهرت برات الملعب وما بعرف شو لقطين صورة من زاوية معينة وحطينها صارت الصورة أهم من التكنولوجيا نسشو التكنولوجيا نسشو التطور بس الصورة اللي معنية هي هي المزبوطة حكو حال مبروك شو بدلكون مبروك مبروك إنجاز جيد للكرة الألمانية هي خروجها مرتين وراء بعض الدور الأول من المونديال لحظة لحظة أنتوا فاكرين أنه هيدا رأيي أنا؟ لا أبدا هيدا رأي واحد إيطالي زهقان عم يحضر مونديال وعم يستلم الألمان شو غصني أنا؟ التليان التليان ما وصل مع التارين شو باك مخرج خياب بعد فيه كم واحد بحبوني خلص من بعدها الحلقة يعني اخسرنا بالسياسة عم نخسر حلقة بالفوتبول ماشي الحل وأنتوا لاحظوا أن الحكام بالمبارات طب ألمانيا كانوا نساء هي ثلاث حكام وبينيتهم جويس عقيقي من الـMTV كانت حكم راية شوف ساتقين جويس بحد زيتا كانت حكم راية شوفوا جويس أو مش الجويس جويس أو مش الجويس شو هي أو مش هي جويس طلعي من هالحركات عم اللي معروف ورجاء على لبنان قلتينو بالـMTV إنك مريضة واخدي فرصة فتحوك مسلسل انتخاب رئيس الجمهورية تابع هاي حلق أصرنا حقا أنت بتعرفوا الـNetflix عرضت تشتري هيدا المسلسل هلأ فيتبني أشيات هنه هنه والرئيس بره هلأ هو عم بطالبهم 51% من المبلغ هنهو البطل هنهو المخرج وبتعرفوا يعني بطولة يعني هيك مسلسل بطولته بطولة يعني ساحب يعني مينموم فيه شي شي 40-50 حلقة ايه منهو قبلين منهو قبلين منهو قبلين منهو 51% وبدوين هون شو عم بشارطه مفراش وبرات لبنان هلأ عم بينحكي كمان على عن مسلسل جديد كمان نتفليكس مهتمة هلأ نفس المخرج اسمه الـ بس هيدا يعني بعضه بأول 3 حلقات يعني نطرين شوية تيشوفوا إذا إذا فيه ساحب عم بيقدر يعملوا منه 30 عربين حلقة بس صراحة أنا متوقع له متوقع له يعني متوقع له النجاح أقوى النجاح أقوى خاصة خاصة أنه أنه بهيدا يعني الرئيس بري هو المخرج دوره صغير يعني ليش تحكي الواحده أنه من مشيخ دور بطولة بس هو المخرج هو المنتج يعني 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 فيه مصاري فيه مصاري وبيصحب بيصحب أكيد بينجح المهم بالجلسة تراجع المرشح ميشيل معوض واخد 37 صوت يعني رجع له شي ست سبعة ثمين تسعة عشر أصوات لما سألوه عن السبب قال لهم لأنه المجلس دستوري خسر نيبان والله هيكلم خسر نيبان رجع هو سبعة ثمين أصوات بس طلع السيد ميشيل ما أنه عارف أنه النايبان الخسرانين أصلا ما صوتو له ما كانوا عم بصوت لأله بس فيه نايب فيه نايب حطلهم بحثة لنواب القوات إيه أنتوا بتذكروا نواب القوات بانتخبات رئيس المجلس قلت يعرفوا أيهن وراءن كتبوا كتبوا كله على الورقة الجمهورية القوية النوايك بيعرفوا أنه هاي الورقة طبعولهم بس النايب دويه حطلهم بحثة ولقى طريقة خلاقة شوفوا بالجلس التاني يرفع النصاب مش مقبول كمان أنه اليوم فريق سياسة كبير بالبلد عم يتخب ورقة بيضاء طيب إذا عندكم مرشح قولوا من هو هذا المرشح وروحوا انتخبوه وخلي الأكترية تاخد مجرعها ويربح البدو يربح مش مقبول بهذا الزمن نحنا فيه انهار كامل الانفراستركتور اللبنانية نهارت اليوم مين نزلت انتا لا اليوم حطيت ورقة بيضاء مخزوقة بالنص كيف 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 انت ضد الورقة البيضاء بس حطيت ورقة بيضاء مخزوقة بالنص يعني انا شو استفدنا غير انه نضحك عليك يعني شو الانستفادة اللي جتنا انه كنتحط ورقة بيضاء مثلا يقول انه انه عادة بس انه انه ما بعرف انه ايه ورقة بيضاء مخزوقة فيها رسالة عميئة انه انه شو بعرفنا انه مشكل شيء ابيض مثلا طب مشكل شيء ابيض ورقة بيضاء فيها تكون ورقة بايضة مخزوقة يا خيي انه عن جد عن جد صايرة للمسلسل مصخرة كتائب اللبنانية بأيادة الشيخ سامي جميل التقوا بوفد من حزب الله مش مصدقين؟ مصادر حزب الله للأم تي في اللقاء مع الأمين العام لحزب الكتائب سيارش داغر حصل منذ حوالي أسبوع وداما ساعتين وهذه ليست المرة الأولى إذ أن حوارا جرى منذ أكثر من سنة بين النائبين علي فياض وإلي ماروني مصادر حزب الله للأم تي في داغر قال لنا أنه يأتي بتكليف من كياد الكتائب وقدم أفكارا جيدة لها علاقة بالحوار بين الكتائب وحزب الله الذي أبدأ تجاوبا وعارب عن استعداده للحوار وأبلغ داغر خلال الاجتماع بأن اليد ممدودة تل ما شفته والأمين العام الحزب الكتاب أمين العام أمين العام حزب الكتاب في أول شيء فقدت عن بقرة أمين العام حزب الله يعني لكن الفرق أمين العام حزب الكتاب ساشدغل تقى شخصيا وفد حزب الله أنتوا بتذكروا كيف كانوا يكفروا كل واحد بيحكي عن الحزب ومع الحزب هلأ أكتر شيء كانوا يكفروا الطيار يعني بس إنه وعملوا حملة انتخابية وشد وقد وطلقوا ونزلوا هلأ نسوا كل شيء هلأ سارج بمقابلة ضل ينكر ينكر وهي المزيعة تسأل وهو ينكر ينكر المزيعة تسأل وهو ينكر إلا لا ما اجتماعنا يا غرشي قلت له تب وصل لي مساج إنه اللقاء مصور انتوا إياهون هون سارج استحقه استحقه وعترف قال له إنه إنه إيه اجتماعت بس اللقاء كان اجتماعي طي يقول سارج إنه اللقاء إنه كان اجتماعي يعني رقيقة رئيسش جمعية اجتماعية تيب على الحزب هي هو التقى فيه بس مثل العادة وصل لي الواتساب والحديث يلي صار قبل ما يجتمعوا بين الشيخ سامي والحج محمد رعد قلت لك أنا خرق لهم تليفونيتهم كلها شوفوا عم محمد كيفك أهلا شيخ سامي كيف حالك عم محمد حبينك حزب كتقب نجتمع معكم اف 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 ما هذا التطور يا أخ سامي أنت تعلم إننا نرحب بأي لقاء مرسي عم محمد ما قول قدر التقب عم السيد حسن بس عمو المعروف ما بدنا حدا يعرف السيد حسن مشغول هذه الأيام وبما أنك مستحي بهذا اللقاء فإنني أبلغك أن كل نواب هنا ومسؤولي الحزب مرتبطين بلقاءات أخرى ما المعروف ضروري نعمل لقاء الأسبوع رفيق سارج داغر مستعد ينزل على الضحية إن كنت مصر فليكن فليلتك الأخ سارج رايش جمعيتنا الاجتماعية أوكي كتير منيح شكرا لك عم محمد بس بليز 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 خليها بايناتنا إن شاء الله هلأ هو الشيخ سامي ما بده يخبر حدا لا لا مش مش خوفه مش خايف ولا إنه إنه مش لأنه ما بده يحكي شيء إنه ما بحس كيف بدأ لكم هلأ هو دايما بيعمل شيء وبيعمل شيء بعكسه يعني دايما مسخف بناسه هو بس لا هو مش كرمال هاك هي القصة كلها إنه الشيخ سامي خايف يتصيبوه بالعان ايه بيعمل الشيخ سامي بيعمل مبروك لبنان مبروك لبنان مبروك مخرج مبروك مبروك وأخيرا رغم كل شيء عنا بالبلد طلع لبنان بالمركز الأول عربيا والتاني عالميا نعم نحنا الأول وبدهم كتير العرب طي يوصلوا لنا والتانيين عالميا يعني في عندك شمية وما بعرف قدياش بلد بدون كتير طي يوصلوا لنا الشو يا حرام ممكن العقلو ينفسونا دبي 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 سوري جايز بدكم كتير كتير طي توصلوا لنا كتر كتر يا حرام مبسطين عندكم مونديال لك يا عم لو عملتوا أولمبياد رح نضل سبقينكم بدكم كتير طي توصلوا لنا دولتنا وعدت وعدت ونفزت وهالمرة عم تقعدكم بس انت الجاي مش بس الاول عربيا رح نكون الاول عالميا شوف ايه مخرجة ها وانك عارف عن شو عم نحكي هاي شوف الشعوب الاكل سعادة في المنطقة العربية لبنان الاول عربيا والتاني عالميا بس بدي عارف مينوها البلد لسبقنا نزعلنا اياها نزعلنا اياها وبشرفكم بعد فيه اضرب مننا بسروقه الدولة وعدت والمئاتة وعد وسلامة حط ايده بالموضوع سنت الجائلنا يا زلم الغيرة حتى بهيدي ما بيخلوها نتحنى ماشي الحال بعد البريك ضيفة ممثل كوميدي ومقلد ضيفة هو شادي مارون ناطركم متن ما قلتلكم قبل البريك ضيفة شخص بتحبوه بتحبو تقليده وتحبو تمثيله ما رح كتب تير حكي ضيفة ممثل شو بدي عارف عنك شادي مارون شادي مارون بلا هو الصفات الاولية شادي كيفك الحمد لله تمام تمام شو اخبارك انا بحب تيتر الفنان كلمة فنان بتقتصر تشمل تقتصر كل شيء بس ما هلأ فنان بتروح كتير على الغنى كمان هلأ انت بتغنى هلأ رح نحكي منضطر قوي في عندك كم غنية ومايكروفون تحت الباط شو اخبارك حمد الله حمد الله تمام كيفك انت هو المونديال والله انا بحب بحب الفوتبول من انا وصغير بس هلأ الابني بحب اكتر ايه خلص مونديالك او بعد فالبيت عطول خلص مونديالك او بعد انا بحب الالمان من انا وصغير ايه خلص يعني خلص بس بحب الفرنسوية كمان اه كمان بحب الفرنسوية بعد عنا امل يعني بحب فيها ليك شفنا شفنا وزيج بران بسيل عم بيحضر الوردكاب هونيكة مصبوط شو اولك شو اولك قالنا من هونيك اه انا بس واحدة رحت كتار راحوا لهونيك رؤسى دول وسياسيين وايه شو بس انا رحت شو فيها ازا رحت بعدين ما رحت عساب الخزينة مش عزاب الخزينة انا بضا انا انا عزموني شربيل انا كان بدي روح عسابة بس ما خلوني اصحابي فرحت رحت عزيمة ليش فرحت تيارتك وحياتك انا لو نقلت تلفزيون لبنان ما رحت عجد وليش دولة الرئيس ميقاتي ما نقلت لبنان رئيس ميقاتي حقيقة بس نحنا ما رح نفوض الامل يا شربيل استياد شربيل ما حنفوض الامل اذا ما قدرنا هلأ دورة الستة عشر حننقل النصف النهائي اذا ما قدرنا نصف النهائي ان شاء الله بننقل مباراة النهائية ما رح نقص اذا ما قدرنا نقل مونديال من قطر نقل كأس الامم الاوروبية كأس اسيا كأس الامم الافريقية خوبة امريكا وماكسيموم من نقل الدورة اللبنانية شو بتشكي مباراة النصار النجمة مصلا مونديال ماضي ما تنعلتو براو عليكم ما رح نقص ما رح نفوض الامل حيضل الامل موجود حتشوفه في فطبول حتشوفه في فطبوله حتشوفه في فطبوله ومعلمين بسكن انا كان عمري هيك سبعة اثمين سنين قلد قلد الروبو قلد يعني بتبين بتبين هيك عزغر الموهبة ومين اول مرة وين مسلت كيف بلشت مع مين كان عندي خجل كتير ما كنت اطلع بقصص مسرحيات او كذا يعني انا الخجل لانه نقييد الممثل بطبع عندي خجل في عندي جراءة وعندي خجل مع بعضه فما كنت اطلع وهذا غلط كان لازم اطلع بنشاطات فنية بالمدرسة فعملهم بين الاصحاب بين القرايب امي كانت مبسوطة فيه تجمع الجيران يلا شادي تعقلدنا هيدا وقلدنا هيدا تمك بقوله مهضومة مهضومة صحبة نكتة سمعتك عم تحكي هذه كل مرة ايه مظبوط مهضومة عطول النكتة حاضرة اخذ انت هاتشي منه او مبيك ايه طبعا بالنهاية لأ انو شو مبيك وسا مبيك لأ بتاخد شوية من بيك شوية من امك ايه بس بيك كمان يعني بقول نكتة لا مبيك لأ شخصيته جدية اكتر اه جدية اصلا اسم الجد مبيك اسم الهضام صحيح طب وكيف تبلشت يعني بلشت شغل اذا بدك اذا بدك اول شي كيف استوديو الفن هو محطة كانت اساسية بمسيرة الفنية استوديو الفن 92 93 رحت عاستوديو الفن اشتركنا هونيك ونجحنا عن فئة التقليد وبلش المشوار الفني من هونيك اجا المنتج مروحة داد الله يطول بعمري وبعضه موجود حيا يرزق رحنا انت لحالك او انت حضا اخذني ابن عمي وقتا اه قلت لي رحنا ونجحنا اه انه رحنا بالمطلق مش مش انفق لأ فكرت انت وحدا اشتركنا لأ نجحة تونيك واجه المنتج مروحة داد حكم على الاستيسيم واسمر الله يرحمو وعملنا فرقة وطف كان اسمه دبابير صحيح كل الخرجين تقريبا سيدوا الفن عن فئة التقليد والمونولوج كان معنا فادي عيسى دبوس دبوس كابح ويك اي وانا بقنا سوى شي ست سبع سنين رجعنا اختلفنا رحت انا مع مارك اداح تعرفت ع ماريو اوكي واشتغلنا فترة والاحديس تتوالى ومصلت مع بير شامسيان لا بير شامسيان واندري جادع بالتليفزيون بس بس تليفزيون بالمسرح لا مشتغلنا سوا منا تمانية واربطعش سوا تمانية واربطعش ونحنا شي هيك اه تمانية واربطعش ونحنا اي واجهنا عملنا سيزن تاني كمان بعنوان مختلف اوكي طيب كنا نسمع كنا نسمع شادي وقابي هلأ صرت شادي وماريو يعني فيه يكون ماريو وشادي فيه يكون جابي وشادي بس يعني كانت في الميل تركب فيك صبت شادي وماريو شو الفرق بين شادي وقابي وشادي وماريو كتب لي اه ها كلمة كلمة رجع فصر لي بدي تابليات ما راح تقدي كلمة واحدة كلمة بدك شو بكتب بكتب الفرق ولا شو اي انه شو بيفرق شادي وشادي وماريو عن شادي وقابي شفت انت عم ترتق كمان عم تقول لي ممتك ترتق عم حاول قدمة فيه ترتق وتزيزو انا ها 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 هيدي هي ها ها ذا رجي هنا شراكة كاملة شراكة كاملة مش اقوى اقوى هلا ايه ما بعرف انت بدك تقول لي انا بحط كلمات حركش يعني كلمة تقوى استفزيزية اي معاها هيدا اسلوب شرب البوانطون عم تطبط حالك قد ما فيك انت على الو تيفي بس بشي نهار بدك تفع لا هونيك كان في شراكة كاملة من ايا ناحية كنا عاملين شركة شركة انتاج فني هونيك وين؟ انا وجابي اوكي فكنا شركاء اداريا وماليا وفنيا انا مع ماريو هلأ انا عم بشتغل مع ماريو اوكي انا بشارك بالعداد بشارك بالتأليف بسوه كل شي بسوه المنتج كنا هونيك نحن المنتجين اوكي اده بقيت انت وجابي بقينا انا وجابي سين سين بقيت شي 11 سنة تقريبا اه فترة منيحة اه طيب مؤخرا مع لي بدي حركش مؤخرا بموايبة لي مع جابي حويك بقل له ان شاء الله على سلامة اه وقال عن عن شادي مارون انه صديق بس مش خاي لانه موقفت حده بالازمة القطع فيها حلق اه ليه موقفت حده هلا انا صرت اصرت شارح كزا مرة طلعت بمقابلات بس هارجع عيدة انه انا متركت جابي بسبب وضعه الصحي هم عرفت شو؟ هيدا لنحكي اول شي لنحكي فنيا بعدين نحكي عن النقطة اللي قلتها اه عدت ظروف ساهميت قبل وضعه الصحي عدت ظروف ساهميت انه ما نكفي ما نكفي بالمشوار اه ازا بدك برجع بعد الاحداث بعدها براسة نتل نحن كان عندنا مسرحية رحنا عفرنسا اوكي انا وقابي قابي هونيك نغرم كان عندنا كمان برنامجين على تلفزيون او تيفي نغرم وصار رايح جاي على على باريس اه غرم بباريس او غرم بحضر بباريس لا نغرم بحضر بباريس نغرم بنت لبنانية عايشي بباريس اوكي فهون خلصت المسرحية جيت قلت له شو بدك نعمل قال لي خي صالي ستة وعشرين سنة انا بعمل مسرح مسرح سرقني سرقني من حالي بدي انا بدي أسس بدي أسس عيلي بدي أسس بدي أتفرغ شوية لحياتي بدي أرضاح شوية التروجيين عارض من ماريو بسيل وانا عندي عيلي ونحنا منعيش من هال من هالمهنة قال لي لا بالعكس روح اذا انت ما بدك تروح انا رح قالك روح اوكي فرحنا اشتغلنا مع ماريو بكميدي نايت سيزن زيرو او كان اسمه كوميدي نايت زيرو بحتي قد شي هيكي اوكي هوني اه جواز جابي اه كان عنا برنامجين كمان على الو تي في اه جينا نرجع نقلع المسرح اجت الاحداث اجت الصورة اجت الكورونا وقف كل شي وقف كل شي قبل وضعه الصحة اوكي كان عم نحاول نقلع الشغل حتى لما وقف الوقف التليفزيون حاولنا نقلع بغير المحطات كمان ما عم يزبط اجا وضعه الصحة زاد الطين بلي فهوني النقطة اللي بدي وضحها انه انا ما تركته كلمة هو بقول ما سألت عنه مثل ما لازم بركي بالعكس انه عشة عمر انت وياه كنت عم طلع عليه دايما على المستشفى وعالبيت وعال هلأ كان فيه لا بدي حس هيك مثلا بركي كان متوقع اكتر ما قلتلك شو يعني صرنا بدنا اخر شي بدك جيب تصريح لتتظهر وبتمشي مفرد مجويز ما بعرف شو بالسيارة يعني هؤلاء حداث اذا بتسكنهم انت ما كانوا سهلين كانوا صعبين اه مية من مية دا بتطلع من الباد صحيح بدك واسطة بدك معاملة وبدك كيف علقتك انت و جابي يا جوزي ممكن قصرت معه نتفي صغيري بس انا كيف علقتك انت و جابي كنت عطول عم طلت العلاوة عم بحكي معه عد دايما انا بتوصل هلأ هلأ من بعد ما قيل هالشي حكيته لا عطول عطول بحكي ايه كنت سألته قلت له ليش قلت هالشي انه وين مأثر انا قبل قبل ما تطلع الحلقة خبرني انه اه خبرني قال طلعت قال لك لابدك منيح من الحلقة مش وانا بس يعني مجموعة يعني يعني مع تمام لا وتمام بصل لحالو وطلعون منك طيب شو بتقول له العجابي علا لا انا بتقول له العجابي هو صديق واخ مش بس صديق ان شاء الله على سلام العجابي ان شاء الله بنرجع بنشوفه احسن احسن من المحيط ان شاء الله ان شاء الله ما عرفت انه الشيخ سامي التقى وفد من الحزب قال له مش مزبوط شاربي مش مزبوط ان احنا نكرنا هيدا الموضوع معلين شو انه ما طلعنا على وسائل اعلامي ووضحنا وقلنا وانه شو بدنا نحكي بعد يعني بس ما بيمنع انه نتواصل مع هزب الله ما بالنهاية هزب الله مكون اساسي من المجتمع اللبناني شو بيمنع يا استيس شاربي شو بيمنع ما بحف انتو كنتو انتو لا يا جوز لا يا خي يمكن الرفيق سير جداغر كان بالضاحية ما بعرف بينزل بعمل شوپنج هونيكي او عم يكل الغراض ارخص هونيكي يمكن او عم يكل بمطعم الساحة واجتمع مع شباب اصحابهم بالغلط بالغلط ممكن ما بعرف بس ما بيمنع طيب شاخ سامي لا ما شفناك بالمونديال مع انه انت بتحب الفوتبول بلا انا رحت عالمونديال بس انا مع احترامي للي بتحبه ما كنت قاعد في اي بي انا كنت قاعد ورا عالمودراجات ورا عالاخي اوف قدرت تقشع كمعنى دور اه دور شف بالتفاصيل ايوه شاخ سامي اه بان التلفزيون بان المسرح وبان التقديم وبعرف هلا انت يمكن المسرح او التقليد هيك البيبي تبقولك ومطرحك بس انت شو بتفضل بيناتهم ما سامي لك كل واحد قلوه نكهته تبلي اول شيء بتشوف الفرق لا انت وين بتحب اكتر وين بحب اكتر شانسونية تلفزيون او او تقديم كتبت لك ايها كيمان بخط حلو كمان تمثيل انا كتبت تمثيل مسلسلات هل رح نحكي فيها انت رح تحب المسرح ايه حكتر من التقديم تقديم حلو بس انا يعني بعتبر حالي ابن مسرح مسرح جيين احنا هيك فيه اذا بدك تفاعل مع الناس كمان فيه تفاعل ايه فيه تفاعل فيه اللي ونكه هيك مميزة بس كل شغلة الى متل ما قلتلك الى نكهته طب ليه ما شفناك بمسلسلات جدية هلا كنا عندت تجربة تجربة خجولة فينا نقول مع المخرج الي معلوف اوكي ملت ورود ممزقة كنت اخذ جينيكولوج عملنا ليلة القرار احلى احلى دور احلى دورة ليلة القرار كان بيحكي عن رؤسة الجمهورية اللي تعاقبوا من الاستقلال اوكي بس ما عدنا شفناك يعني ما منشوف مثلا مسلسل لبناني المشاهدي مارون عنده دور فيه جدة هلفيكو كوميدي كمان بينك فيه تقصير مني بتحب؟ بحب ايه بحب بس بدك تحركي شوية لان بتعرف انه كل منتج عنده مجموعته بتعامل معه كزا وفيه ناس ما بيعرفوا بيقولك يا دي خي انه كوميدي ما رح يتقبلوه ايه بس انا تعرفت على المنتج صادق الصباح هلأ من فترة اخدني اللي عنده صديقنا روباري فرنجية عم بتعرف عليه يعني بباركي بصير شغل عم بيقولي انه جبل شيخ الجبل عم بيقول لي انا ما بيشتغل كوميدي هلأ ما عندي شي كوميدي بقول له لا انا عبالي بفوت على الدراما انه شو بدي عارفوا المنتج انه انت بيقدر مسل كوميدي مسل تراجدي لك والتجارب اثبتت هالشي بس بشكل جورج خباز مسلا نجح نجح بالكوميدي ونجح روب الدراما كريم رز الله في كتير ناس نجحوا التجربة خيروا برهان عادل كرم نجح كمان عادل كرم ايه شابوبا عادل بس في عالم ما نجحوا يعني في عالم بتحس ما بدي سمت طبعا نزع لحدا بس بتحس الناس ما تقبلوهم جديين بس لازم يجرب الواحد انه لو واحد بدي يحكم قبل خليني يجرب انا لا لا مش هبحكي عنه مثلا بحكي انه انت بتحس انه تقدر تمثل هالنوع انه عبالة عبالة خود هالتجربة عرفت شو انه يجرب واحد كل شي بما انه بما انه اختار هالمهنة مهنة التمثيل خلي يجربها بكل نواحية كان عندي تجربة بالسينما كمان بكاشفلو اي انا ويشام حداد كاشفلو شو انه اذا بدك كوميدي يعني بس دوري لا ما كان كوميدي دوري شو كان جدة كان جدة ايه حبات التجربة بحب عبالة بس اختار هيك دور دور مظبوط كون يلبق لي بقولوا دايما انه شادي مارون اللي نجحه هو تقليده لرئيس نبيه بري يعني انت يمكن امن احسن الاشخاص اللي قلدوا السيد نبيه بري هلا بتقلد غير هلا عم تقلدهم يعني هلا معي بتقلد كتير عالم بس شو اللي ميزك؟ هو الشخصية مميزة هو مميزة بس هلا المقلد بمشواره الفني بيلمع معه هيك كم شخصية بيحبوه الناس صحيح بيرفقوه لكل مشواره الفني هلا الرئيس بري هي شخصية مميزة انه قليلة تلاقي شخص معي قولة شو فتكيف هالكاركتر هالشخصية هام اه مميزة يمكن لما تعملها كاريكاتور بيطلعة بيطلعة حلوة بطلع غريب بجعت شو مرة فيه؟ بجعت فيه بالزمنات ايه بحبك بيحضرك مبطيقة قلت له من انا وصغير دوت الرئيس برقبك بحضرك اللي بلقيته صغير عبا هلقدي انا كفير طب بأسر التقليد اذا بصمدك تقلد حدا ما بتحبه او حدا بتحبه نحنا يعني على الموقف لازم نعمل ولازم يكون النقد بالنق وموضوعه وتشيل الموضوع بس مثلا عصوب مثلا بتحجي تقلدني وانت ما بتحبني مثلا بس قادر تقلدني بتأثر على الموضوع بس انت كيف طريق التعاطيك في حياتك وبيركب فيها اكتر اذا بدك الحكة فيك تلبط اكتر اسلوبه هيك سليس منو حد يعني بغض النظر كنت بحبه او ما بحبه بيضل هيك لطيف شوي بس معي للوزير جورج ارداحي انو انت استقلتني الحكومة على اساس بلا تنحل الامور مع السعودية طلعت براسك صحيح يلعن ابو السياسي واخت السياسي واللي ورطنا بالسياسي لو ضليتني بما نسيربح المليون وافتح قلبك يا استيس شربيل كنا بألف خير مشان هيك انا نصيحتي لك حوض عن السياسي خليك بالاعلام ما تغرأ بوحول السياسي ومستنقعات السياسي تندم؟ مندم صحيح طبعا لانو جورج ارداحي كان اكبر من السياسي واكبر من اي منصب على صعيد لبنان وعلى صعيد الوطن العربي دندلولي شرشيحوني سيد معيل الوسير مين المسؤول عن الازم بالبلد؟ اربع عشوة باي شخصية؟ جورج ارداحي حاكم مصر في لبنان؟ اه شادي انا لا انت جورج ارداحي خليني شادي خليك شادي؟ ما بدي اسأل لك اذا سؤال للمليون ها 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 ه احتمال التالت حزب الله. حزب الله. هيتا ما انت ما يقولوا عم حرق غلط. حزب الله. الاحتمال الرابع. اه. كيف كلهم صور? الشعب اللبناني. حق الشعب. خلانوه كلهم يعني كلهم. المصارف. المصارف. مصارف? اي. خدك مصارف. لا. طب خلص بلا مصارف. الشعب اللبناني. كلهم يعني كلهم. شعب اللبناني. الشعب اللبناني. شعب معطر ما فيك تحطوا الاحتمالات. بس ما شو عم بيطلعون? حلين حط كلهم يعني كلهم. طب يلا التلاتة ايه كلهم يعني كلهم. بس ما بتكون عم تزلهم الاوادم. طب شو بدك نحط الاحتمال الرابع? انت انت برأيك حط الاحتمال الرابع انت رأيك شو? ما بعرف انت. انت وضعتون. السياسات الاقتصادية. ايه انا شو بدي اختار? اوكي. زوف ايجابتان. لا ازا ازا عم تسأل شادي مارون انا بختاروهم اربعتن. اربعتن? نه. هيك مصر في البناء والمنظومة السياسية وحزب الله. والآ شو اسمه? ما لك قلب تحسو في اي احتمال. بس ليش ليش خطيت حزب الله? انا خطيت هيك الاسم. انا اما زكزكك بعرف. بس حزب الله هل هو مسؤول عن الازمة الاقتصادية يمكن مسؤول عن غير اشي. بس سأله علاقة بالازمة الاقتصادية مباشرة? اكيد طبعا. طبعا. هو من هو طيارنا مصرياتنا مثلا؟ لا هو لما انخرط بالحياة السياسية وفات وصار يعني مثل كل هالسياسيين مثل كل طيب بس هو مؤخرا فيه بالأزمة السياسية طيب مؤخرا يعني يعني من 2005 باركي زيادة مصريات من زمان طاروا مصريات من زمان طاروا أنا برأيي ما نتطلع بالماضي خلنا نتطلع بالمستقبل كيف نطلع من هالورطة فينا نطلع من هالورطة برأيك في حال طبعا مرأة لبنان ظروف أصعب من هيك أصعب من هيك في فترة بالحرب العالمية الأولى مات تلت سكان جبل لبنان بس انه كان فيه مين حكمنا كان فيه مين حكمنا ونصهر ونفرح وكذا ومدرشوه بتحضر مسرح هلأ مؤخرا ما عم تخلي شي ما أحضره برتاح نفسيا يعني مظبوط انه المسرح هو ترابي بظلني عيومين تلاتة هيك رائقة معي مش عم بمزح وانا بنصحك يعني وبروحنا وياك يلا قوم شي ها عجل انت لما تحضر فيلم سينما ما بترتاح هيك على فترة بلا بتكون ظهرت أرجعت زكرة دفعت ميتان ألف لا المسرح حلو حلو المسرح طب من المؤلدين بلبنان مين توب سري برأيك تبلي اوث ايه هاودي يعني توب سري مش ضرور هاودي تكونوا مش مناح يعني طب لك تبلي اسم واحد بنرجع من قول توب سري انت بتعتبره انه اكيد غيرك مش تطلق اسمك من ضمن اله ايه اللي بيقلدو بيقلدو ايه شوتل عندك طوني ابو جاودي ايه rustاه امنا معالك ف Starting to tell me هناك ابو تنظر جوان ابو جاودي ابو جاودي ابو جاوودي جوان ابو ضاي جوان ابو ضاي انت اصحاب مع جاودي مع طوني أبو جاودي ايه مع طوني مع طوني صحبي ايه مشان هيك مشان هيك قررت لا توني توني أبوضاي أبوضاي توني ما في شك يعني موهبته أنا برأيي عالمية بيغني بيرسم بإنجليش فلونت فرنسي كمان رهيب توني لشك أنه جون كمان أبوضاي أبوضاي جون جون يمكن بيقلد إذا بدك لبناني أكتر توني بيقلد أجانب كمان يمكن مشان هيك أنت عم تقول مبارف وحضرته المسرحية تابعه مش معولي كتير قوي أنا ما أحضرته كانت حلوة كتير قوي يعني ساعة ساعة وربع وحده طب ليه توني أبوضاي ما أخد حقه خي ما هو الوقت الأول ناجح ناجح كتير بتحس أنه بعد لازم يكون ومين أخد حقه بلبنان ما سميه لحد أخذ فيها على أخذ حقه يمكن ما بتسهل كتبلي لا كتبلي وفرجيني أهلا بتعلمت علي هلا لا والله عن جد طب مين من بعد اثنين من بعد توني بالنسبة لأهلك أنا بحب رودريك رودريك غصن على صعبة الشخصية رودريك شطور مهدوم يعني دايما بيتطور بفاجأك رودريك صحيح أبوضاي جعبي حوي كمان جعبي أبوضاي عمل شخصيات رهيبة إليه الراعي إليه الراعي كمان بس اختفق إليه ما بعرف لها بوقف البرنامج يعني هو العكتر شيء ما كان ما كانه كتير مسرحي طب بيظل هلا هادي الثورة الرقمية ما فيك تقول إنه وقف البرنامج نية بالمية صوره في رقصير سوشيال ميديا آه سوشيال ميديا بونيتا بترفتك بونيتا كمان وها ب ليش البنات دايما الليلة بالكوميدي ما بعرف غريب ما هيك آه غريبي فيه أسامة يعني فيه بونيتا فيه رولاشمية كمان في رولاشمية في رولاشمية في أنجو ريحان في اكتار ايه بس إنه بتحسن أقل يعني مثلا بيكون بالمسرح في عندك أربع شباب مثلا بنت وفيه منهم بيجيبوهم بس كرميل إنه لازم يكون في بنت عندهم فرص أكتر من من الشباب خاصة بمجتمعنا بيجيها فرص أكتر تمثيلية كذا يمكن تخليها بيخليها تروح لغير دومينات طب أستاذ نبي تخص أنت شو كندعم الألمان حسن ما بارف أري بين وبدك أري بتلوديع الشيخ كنو الأصحابي الأمريكان أصحابي الفرسوية ما في شك الإجليز الإيرانية كنو كنو الأصحابي الإيرانية بري. عيصام الشوالي. عيصام الشوالي يا ولله عم بدرس هالشخصية لان مميزة. ايه. معناك شفتك بفيديو عم عم بتقلده. مع عيصام الشوالي المعلق الرياضي. مش مية بالمية. اي. كيف كيف تدرس شخصياتك مسلا? لك لا بدي تبلش بالمرائبة اول شي بدي رائب. اي. بدك ترائب 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 بعدين بيطلع الكاريكاتور واحده. بس اهم شي المرائبة. لما تفوت هالشخصية فيك تتقمصها. ترجع تطلعها. ده بيخد معصة وقت معك. قبل لما كنا بالتليفزيون كنت انا يعني يقولولي في عندك هاي الشخصية بك تقلدها جامعة الجي. ادرسها حطها. يومية ثلاثة اربع ساعات. احضر 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 احضر. بتقولون لحدة? اعمل بسعن شفلي نجحت مش ناجحة قريب مش قريب. لا ما عندي هالأسلوب. بس لازم قولون. لازم قولون. في ناس بتتمرن على المرائية. بس انا لأ تتمشي تتمشي فيها. حلق اه الكاريكاتور يمكن اواد ما بيطلع ما بيطلع حلو. بس انت بتكون عامل وجباتك يعني انت كنت مرائب وعم تحضر وعم تتابع. كيف تطلع هايدي كيف بيتقبلوها الناس غير موضوع. طيب. اه شادي ازا اجيك اليوم تلات دعوات تتحضر مسرحية مساقبين نفس النهار ونفس الوقت. ام. بين اجيك دعوة من اه هشاب حداد. اجيك دعوة من سامي خياط. بدأ نكتوب. اي مين بتحضر. يا شام حداد. لا انا اقرب لك بالسياسة. لا يا شام حداد ما بحس انه فيه شي جديد يعني عرفت شو? انه سامي تاريخ. اي. سامي اسطورة. عرفت شو? اللي لما يرجع بيعون مسرحية بيستحضر قصص قديمة لقلو. بيرشام كمان تاريخ بالفن وتاريخ بالمسرح. بس كأنه بتتوقع شوية شو بدون يقولو. هشام ممكن مسلا كونك معدم لك شي جديد عامل شي جديد. بس هل اشتغلت مرة مع هشام? انه هو عامل يمكن مصرح مرة يمكن او مرتين? ولا مرة. حتى مع ماريو. وقتا كان مع ماريو ما ما اشتغلت وقتا. اي. نعملنا مع جابي شراكي. نجح هشام على المسرح? نجح. انا لما احضرته مع ماريو. اي بس لمصار لحاله. لما احضرته مع ماريو قلت يعني هيدا خلاص بيان بيان نجم نجم مسرحي. احضرته لحاله. يعني مسرحيته هو وجون عيد وجاد وبونيتا بعتقد. احضرتهن عالتليفزيون لأ بالمسرح لأ. احضرتهن عالتليفزيون. عجبوك? لان بقولوا انه بمسرح ماريو كان ناجح. بس الوقت عامل المسرح لحاله ما كانت. هلا. ما كانت مشتشد. تعرف لان ماريو. هلا ما حضرته يعني عابل لك شو شو بيان شو بوله. ماريو بيصير شاطر بالاخراج عنده هالرؤية. بيحبكة. رفتكون هالكادر يعني اللي بيحط بيحط العمل فيه. هيدا ابا ضاي. آآ كان يمكن بدا كان بدا اخراج عين مخرج من برة خارج. اوك. يمكن اخرجوهن بعضهم. بس ما زرقتك كتير يوم. يلا في وقت في وقت ما تخاف. مش كتير بعد معنا ديقة ونصف. ازا اجيك. ازا اجي ماريو قال لك انا بديك تمثل معي. نفس الوقت خشام قال لك انا بديك تمثل معي. مين بتختار? هدع لك شو. لك. تقصد على الحلقة بنا ما ازركك. يا بدي وقف لك شيخ لك الليلة. صارت. صارت هلا مؤخرا. نعرض علي. هلا عندهم تور بامريكا وموفقين ان شاء الله. هو امل طالب وعباس جعفر. اوكي. عرض علي اه انه يكون معهم. هم. بس انا كنت ملتزم مع ماريو. هيدا القصة. يلا ما تكون ملتزم مع شخص ما فيك. انت ملتزم عمل معين. اوكي ما في وقت محدد. بس معروف الوقت المحدد طبع العمل مسرحي. سنة سنة ونص سنتان. ماكسيما. رفت كيف. هاي. هيدا الفكرة. بس ما عندي اي اي مانع. هم. بس ازا مانك ملتزم. هيدا ماريو قال جيد من اعمله. واشرح يشام قال لك عندي عمل جيد بدي اعمله. لك انا مع ماريو معوض. نفس 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 الدفع. اه. ونفس الوقت ونفس كل شيء. بدي صعب لك يا ابا حذره تقول لك. والمسرح قريب. والمسرحة بعض. نفس نفس المسرح. اوه شو هي. بغير صالة. انا مع ماريو يعني لان معوض معوض اشتغل معوض. عن فترة طويلة. عرفت كيف. ترتاح يمكن. ترتاح نفسيا غير ما تكون رايح عشي جديد. بس ما بيمنع انا عشان بحبه. ما بيمنع بالمستابل ازا ما كنت مرتبط باي عمل ان اشتغل معو. بس ماريو بحبه. اوكي. شاغل معو في في رفقة في زمالة طويلة. بيعرف لي راسي. بيعرف انه بعرف انه في حدا قادر يتحملني. عرفت كيف. اه. تادي هاي الفكرة بس. بالشانسونية. مين الاول بلبنان? تبلي بك تبلي اسم. وين بعد في شونسونية الله يا الله عينهم. في. في كتير. انا بتعرف هاي قصة الاول والتاني وكزا. لا بس في عالم بتحس انه اسمها يعني تحسها شاطرة انه بتحس خي اسمها بيشير. بتضحك عبعضنا والناس الحاضرين يعني هلأ. في فادر عادي حاضر وبعض وصامد. وبيحبوا الناس وعنده نجوميته. عند في عندك ماريو بسيل كمان موجود. ما هي بتطلعوا بتنزل العملية مانا سابتة انه هيدا الاول خلاص اول مدى الحياة. يجي هلأ حدا يعمل عمل? طيب هل فيه ستاند اب اه جداد. طالع هلأ. اي. اي. اعم تحضروا اعم ترقبون. في شباب كتير مهضومين. اه. احضرت عباس جعفر عن جد. اه عباس مش من الجداد عباس. عباس من. ويحيا جابر كتب له عمل كتير كتير حلو. بسيز يحيا جابر اصلا مسرحياته اللي عم يكتبها. رائعة جدا. وطوني عمل عمل حلو كمان حضرته. اه ستاند اب كوميدي. بحب شاكر بو عبدالله. في حدا بيت طاق كمان مهضوم. واحد بيت اشقر. اكتر. اكتر عم بيكون. ايه. في جيل جديد. في جيل جديد. واعد ومهضوم. طيب اخر شغلة بيه حلقتنا. اخر سؤال. مين بعد فيه? عصام الشوالي. حكيم حكيم. حكيم ما حكينا. اكيد اكيد طبعا طبعا. انا انا وحدهم لتلهم. حكيم اليوم معي مباشرة رح يكون بالحلقة. بالاو تيفي. انا مبسوط اي بالاو تيفي ومعي شخصيا يعني. طبعا طبعا اكيد اكيد اكيد. انا حياتا استغربت انه هده اللعب الكاميروني ابو بكر. اه. طلع قوات. اه. طلتش عامل فيديو. اه. طلع قوات. بس حكيم انت انه حتى الالمان دعمت ان خسره. مين قالك دعمت الالمان? ولو? انت دعمل حكمي والالمان? بالمونديال. لا 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 مش موزوط مش موزوط. انا ببدك بدك الحقيقة. انا احنا. كاميروني. بحسك ميالة الهولندية. تحب بحب لالوانهم. لا جبران بحب لالوانهم. يعني جيم بعد ما قصنا المونديال يا استي شايفين. يعني بعد عندك شوية اصحاب. والله العزيم. يلا بس هانت. برش عبد بكرة من تقاتل. عاللي منحر. عاللي منحر سياسة. ايدي بس اخر شغلة. اه. خبرني شي اشتار معك هيك مهضوم. عالمسرح. شي مهضوم. بدي اختم في الحلقة هيك. صار معيها المسرح. هلأ من من لما كنا بلقوه. اي. من اسبوعين. عنده ماريو مونولوك وانا بصير بفوت عليه وبطلع بظهر بشخصيات. انا بدي فوت بشخصية المسلا السفير الروسي. هيدا زاس بكين اسمه. ايه. راح تلبست قازم الساهر. ومطمم بالي. ناطر ناطر قبل شي ثلاثين ثانية. عرفت انا من حكيته لماريو انه لأ هيدا قازم عم يحكي عم بيمهد لقازم. ركت وشلت العوينين. مش لقازم. سقيلة عم بدك زبيت شعراتك وتعمل ايه. بدي ايما بتصير? في ايه بتصير موقف. انا مرة كنت مسرحية من مسرحيات كون. اول ما كنتم بالشين. ونصيت تطلع اصلا. عم دمعيات لك ماريو. اخيي تاوينك. كنت بعتقد عم تقلد بعتقد اه جو برام بسيل او حدا يمكن. مع طول. بتفوت هولد ديها. بتطلع. بعتبني ماريو انه يا اخيي لا بتشرب. لا لا. عشو ضيع. لا بتسوقي. لا كزا. ليش بتضلك غليب تنسى يا غيي. شادي انا بدي اتشكرك. انا بدي اتشكرك. ايه. وهيش لبربارة وينعاد عليك. مرسي مرسي علينا وعليك. وبرنامج كتير حلو عم تابعوه. تانكيو. اه. وانت. اعم بده اعطيك بطاقة الداف الدايم. في مجال اعم. انت مرة اعطوك ايها بطاقة الداف الدايم ما هاك. ببرنامج اعطوك بطاقة الداف الدايم انت او حدا تانا. طايف الدايم. اه في في بطاقين بوزعوها بغير برامج. خمسين بالمية. تجعل. خمسين بالمية. تجي ساعة البدك. خصومات. لا حقيقة انت يعني اعلامي واعد بمجال الاعلام. تانكيو. مش عم بمزح. ان شاء الله الى التقدم. تانكيو. مرسي لابولك. تجي تطلع معي. ده شرف لانه. يلا. حلاتنا خلصت. ان شاء الله تكونوا حبيتوها. الله يستر الامن انت قادات. بشوفكم جمعة الجي. مع ضاف جديد. وحلقة جديدة. انا بدي بسك. بدي اكتب شي اخر شي للجمهور. هادي اللي بيستعملوها كلون. نزل دماتك. يلا باي. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.